في بداية الأصحاح الرب يسوع تكلم عن مثل الزرعة وتكلم عن أربع أنواع التربة. الثلاث أنواع الأولى طبعا كانت عقيمة بلا ثمر حتى لو ظهر نسبيا. فالأرض التي بالثلاث أنواع التربة يعني ليس مضبوطة غير مثمرة. لكن التربة الرابعة يتكلم عن تربة التي تجيب الثمر. والثمر 30, 60, 100 طبعا الساكن بفلسطين بيعرف أن التربة هناك في أنواع في تربة اللي بتجيب فعلا 30. في تربة خصبة أكتر بتجيب 60. وفي تربة الحمرة المليئة في المعادن بتجيب 100. وعلى طوق. بعدها طبعا بيتكلم عن المثل أنه فعلا الأرض أثمرت لكن هون والأرض مثمرة في عدو. سفي تدخل الثاني يعني أنه شخص لقيم عدو عم بيزرع الزوان فيعني خلينا نسأل في الأول على المثل. ليه الله تكلم المثل؟ ليه رب يسوع تكلم؟ شو الهدف من المثل؟ وشو قصد من هذا المثل؟ المثل بيوضح الفرق بين نوعين من الزرع مثل الزرع بيكلمنا عن رجال الله اللي خروا بيبشروا لكن مثل الزوان بيكلمنا عن المسيح نفسه هو الزرع الزرع الجيد زي ما قال في التفسير بعد كده هو ابن الإنسان وهناك زرع آخر يزرعه العدو الشيطان ففي دائرة ملكوت السماوات دائرة المسيحية يا أخ نظار يوجد اتنين بيزرعه المسيح زرع زرعا جيدا هو المؤمنين وهناك العدو الشيطان زرع زرعا راديا اللي هم الزوان فالشيطان نجح أن يدس بدع هلاك وزي ما قال بولس لإخوة أفاسوس قال لهم سيدخل بينكم زئاب خاطفة لتشفق على الرعاية فالرب حاب يوضح أن في زارعين اتنين قال عن رب له المجد والشيطان في نوعين من الزرع الزرع الجيد والزرع الردي ثم الأمر الأخير الرب حاب يوضح الصورة دي حتى لننزعج ونتعثر ونتراجع لا هيبقى موجود زوان هيبقى موجود مزيفين هيبقى موجود حقيقي ومزيف عشان يكون المزكون ظاهرون طب إحنا إلا علينا لأن ننتظر إلى يوم الحصاد اللي الرب هيبعت فيه الحصادين يجمعوا هذا إلى مخزانه الحنطة والزوان يحرق بنار لا تطفق ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر